السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم في قناة كليك كوك معكم مرين بركات سوف نقدم لكم أنا وصديقاتي شهوات جميلة وكذلك خالجة أم نضال سوف نقدم لكم ثلاثة أنواع من السفة سفة المغربية التقليدية بالكسكس بالأرز وكذلك بالشعرية بثلاث طرق مختلفة لكن في نفس القالب الجديد الذي هو منتكار الأخ فارق لقد رأيتموه عندي في المشتريات عندما صورت مشتريات مستلزمات الحلويات هذا وشكله ثلاثة أنواع بتقديم راقي جدا الأخت شهوات جميلة سوف تقدم لكم سفة الكسكس بالفواكه الجافة ومحشية بالكبد رائعة جدا وأيضا صديقة سيوم نضال سوف تقدم لكم سفة الأرز بالدجاج بتقديم مراقي ومميز كعادتها هذه الأشكال أتمنى أن تروقكم أما أنا سوف أقدم لكم السفة المدفونة وهي وصفة تقليدية معروفة سميتها سفة مدفونة أكسبس لأني سوف سريعة لأني سوف أعطيكم نصائح لتحضرها في أقصر وقت ممكن وبالمناسبة أود أن أعتدر عن دائما الصوت المزعر الذي تسمعونه يعني في الخلفية بأن هناك عمليات حفر وبناء جانبي يعني في المنزل لذلك أعتدر عن هذه المسألة بالنسبة للمقادر سوف نحتاج سوف نحتاج في المقادر إلى الديك الرومي استخدموا أيضا دجاج يعني تقريبا كيلوغرام استخدموا دجاجة كاملة أيضا لكن استخدمت هكذا الجهة الصدر الديك الرومي حتى أحصل على سفين سريعة بتحضير هنا لدي البصل المفروم تقريبا كيلوغرام من البصل المفروم نحتاج أيضا هنا إلى ملعقة صغيرة من السمن فصص من التوم مفرومة وعيدان لقرفة نحتاج أيضا إلى القصبرة والبقدونس مفرومة لدي هنا التوابل أو عطرية الدجاج مع القليل من الكركم لدي أيضا مسحوق للقرفة وكذلك المسكة الحراء أو الميستيكا مطحونة مع القليل من السكر لدي السكر أيضا أربع إلى ثلاث ملاعق ولدي الفلفل أسود لإبزار ملح وكذلك الزنجبيل أو سكنجبيل ولدي أيضا الزعفران الحر قليل من الزعفران الحر وزيت المائدة أول شيء سوف أخذ مقلات أضع القليل من زيت المائدة أضع البصل المفروم ثم أمرره قليلا يعني حتى يدبل بعد ذلك سوف أضيف القطع الديك الرومي كما قلت استخدموا قطع الدجاج أو صدر الدجاج أنا فقط لأسرعين العملية لن أحتاج إلى إزالة العظام والجلد يعني استخدمت هذه الطريقة يعني سريعة وضع التوابل ثم قصبر والبقدونس ثم باقي المكونات أيضا القرفال من العلقة صغيرة من السمن وسوف أحرك بهذا الشكل يطهل تطهى شرائح الديك الرومي بسرعة أضيف هنا كمية من الماء والقليل أيضا من الزعفران الحر يعطي أيضا لون ومضاق وحرك جيدا وسوف أتركها إلى أن تطهر هنا أضف كمية أخرى من الماء وسوف أغطيها وأتركها يعني تأخذ فقط يعني ربع ساعة هنا سوف أمر لتحضير سفة الشعرية أحتاج إلى هذه النوعية يعني الرقيقة جدا كما تلاحظون سوف أقوم بدهنها جيدا بالزيت هنا أضيف الملح وسوف أضيف أيضا تقريبا نصف كأس من زيت المائدة كأس إلى ربع هنا لدي تقريبا كيلو ونصف لكن القلب سوف يحتاج فقط إلى كيلو جرام من هذه الشعرية أو الصفة هنا استخدمت كيلو ونصف لكن القلب يحتاج فقط إلى كيلو جرام هنا تلبست تلبست جميع الحبات الشعرية بالزيت جيدا هذا مهم جدا بعد ذلك سوف أقوم بوضعها في وكذا الإناء وسوف أضعها على النار تقريبا تبقى هنا يعني ربع ساعة حتى يبدأ يخرج بخار أبيض من الشعرية بعد الشكل أتركها كذا مفتوحة حتى تمر تقريبا يعني خمسة عشر إلى عشرون دقيقين على حسب الحرارة على حسب درجة يعني النار اللي هي مرتفعة أم لا هنا تلاحظون قطع الديك الرومي أو بي بي يعني طهية تماما سوف أزيلها وسوف أترك المرق المرق عفوا إلى أن يتشرب عفوا هنا سوف أضيف قبل ذلك الميستيكا والقرفة وأيضا ثلاث ملاعق من السكر يمكنكم أيضا أني تعويضها بالعسل سوف أتركها لتغني قليلا مع الشرائح الديك الرومي بعد ذلك سوف أزيل الدجاج أو الديك الرومي أتركها هنا فقط خمس دقائق بنسبة للشعريات تلاحظون بدأي السعاد يعني بخار أبيض هنا سوف أزيل قطع كما قلت سابقا نفس العمل يعني تتبعونها يعني مع الدجاج بعدما أزلت القطع تركت يعني المرق حتى يعني جف تماما من الماء تلاحظون يعني كيف أصبح والبصل يعني يتعسل بهذه الطريقة الرائعة يعني دغميرا شهية جدا هنا سوف أزيل الشعرية تلاحظون سوف أقوم بقلبها في نفس الإناء الذي طهيت فيه بهذا الشكل سوف أقلبها يعني تكون هناك كمية ماء يعني في التنزرة وهنا سوف أضع ساخنة بالطبع وسوف أضع فيها الشعرية بهذه الطريقة طريقة سريعة جدا تحضير الصفة لن تحتاج إلى وضعها في كل مرة يعني على النار هنا نحرك جيدا وهذا العمل يجب أن نقوم بها بشكل سريع جدا يعني أحرك بسرعة وأقوم بتصفيتها مباشرة يعني لا أنتظر لا أتركها مدة يعني فقط دقائق معدودة يعني عملية سريعة وسوف أضعها هنا حتى يعني ينزل جميع الماء لكن قبل ذلك سوف أصب عليها القليل من الماء البارد يعني هكذا حتى تبرد تماما يعني الشعرية يجب أن تبقى باردة يعني أتخلص من الحرارة هنا أحاول هكذا بتحريك بسرعة وسوف أتركها إلى لا يبقى ينزل يعني أي ماء كذا في الأسفل في كل مرة يعني أحرك هكذا قليلا أتركها وبعد ذلك سوف أضعها في الطبق أحاول أن أوزعها يعني أفتحها بشكل جيد حتى تجف تماما بعملية سريعة يعني أننا نحتاج إلى وضعها عدة مرات يعني على النار فقط هنا سوف أتركها مهم جدا أن تجف تماما فكرة يمكنكم يعني أن تستعينوا يعني بمجفف الشعر أو تفتحوا يعني النافذة حتى تجف يعني بسرعة يجب أن تطمتم تصعف جميع الماء بهذا الشكل هنا نمر إذا خليط البصل تلاحظون كيف أصبح بعد أن قمت بتقطيع القطع الديك الرومي سوف أقوم بوضعها بهذا الشكل مع خليط البصل أو نسميها الضغمرة بحيث تتشربه تماما وأحرك جيدا سوف أضيف أيضا القليل من القزبرة والبقدونس هكذا طري وأحرك وبعد ذلك سوف أزيل الخليط من على النار وأحتفظ به جانبا حتى أحشو به السفة بالطريقة هنا سوف نمر إلى العنب مجفف أو الزبيب وضعت قليل من الماء مع الزبدة سوف أتركه على النار قريبا 10 دقائق حتى يمتس جميع الماء تلاحظون كيف أصبح وينتفق قليلا سوف أضيف ملعقتين من السكر بهذا الشكل وسوف أضيف أيضا القرفة سوف نقوم هنا بالتأسيل أو أعطيه قوام رائع يعني العنب مجفف أو الزبيب بالدريجة المغربية أحرك جيدا وأتركه تقريبا فقط ثقائف معدودة وتلاحظون كيف أصبح ينتفق ويصبح بهذا الشكل مثل الكرامل وسوف أتركه لاحقا لتزيين السفة هنا بعد أن جفت شعرية أو سفة ماء من تلاحظون لم يصبح فيها لم يتبقى فيها أي ماء جفت تماما يعني هذه المسألة مهمة جدا يجب أن تجف جيدا وهنا سوف أقوم بوضعها وإرجاعها مرة أخرى يعني إلى القدر تلاحظون كيفية يعني مفتوحة بحبة مفصولة يعني أن بحبة الأخرى هنا سوف أعيدها فقط يعني خمس دقائق يعني لا يجب أن يعني أن تفور بشكل أو مدة طويلة هنا الماء يغلي سوف أضعها فقط يعني تبدأ يبدأ البخار بالصعود يعني أعود فقط خمس دقائق وأتوقف أزيلها هنا بعدما أزلتها أضيف كيميا من الزبدة تقريبا 250 إلى 300 جرام من الزبدة أدهن هكذا في الأعلى جيدا بعد ذلك سوف أبدأ بفتح لصفة أو الشعرية بهذا الشكل يعني تدريجي وأستمر هكذا في فتحها وبعد ذلك سوف أضيف السكر سكر ناعم أو سكر الخشين يعني لا مشكلة هذا خليط ما بين السكر ناعم والسكر الخشين وأحرك نفس الشيء هنا وضعت فقط نفس الكمية سوف أضيف الكمية المتبقية أيضا وهنا سوف أضيف الكيمية الأخرى نفس الشيء وضعتها على البخار فقط يعني دقائق معدودة وسوف أقوم بخلطها مع الكمية الأولى هنا تذكرت أن لدي يعني زبدة البندق استخدمت زبدة البندق بدل يعني الزبدة العادية أعطت مضاق رائع جدا يعني مختلف للصفة نصحكم أن تستخدموا زبدة البندق كانت فقط لدي هذه الكمية بالنسبة لزبدة البندق توجد طريقة تحضيرها في قناة صريقتي خادجة أمنيدال سوف أضع لكم رابط طريقتها أسفل الفيديو سوف أضيف أيضا كيمية من السكر تبقى يعني السكر لحسب الرغبة يمكنكم أيضا فاتل مرحلة تضوق ويمكنكم أن تضيفوا أيضا الملح لكان تحتاج إلى الملح وأستمر هكذا في خلط جميع العناصر لاحظون كيف هي مفتوحة مصول الحبات ورطبة جدا هنا سوف نستخدم هذا القالب العجيب أو إطار هو ليس قالب هو إطار بشكل مختلف وضعته هكذا في صينية لأن صعب علي إيجادة صينية بحجم القالب غلفتها بورق الألمينيوم وسوف أقوم بوضع الخليط بهذا الشكل أضع بالخليط تدريجيا طبقة الأولى من السفة وكما قلت يعني احتجت فقط إلى كيلو جرام أنا استخدمت كيلو ونتف لكن في المجموع احتجت فقط إلى كيلو جرام من الصفة أو الشعرية الرقيقة الخاصة بالصفة وأيضا صديقاتي احتجنا إلى نفس الكمية يعني كيلو جرام من الأرز كيلو جرام من الكوسكوس يعني نفس الكمية سوف تحتاجونها في هذا القالب تحاولون أحاول أن أدفع هكذا الجوانب أدفع بالصفة إلى الجوانب حتى لا يظهر الحشو لذلك نسميها بالصفة المدفونة هذا هو الخليط الديكرومي أو الدجاج نسميها بالمدفونة يعني أننا ندفن الخليط يعني حتى لا يظهر وهذا الشكل يعني نضعه في الوسط ونغطيه بحيث لا يظهر هو التقديم التقليدي لها هو على شكل قبة يعني دائرة مرتفعة نضع الشعرية أو الصفة ونضع الحشو ونغطيه مرة أخرى بالصفة يعني نفس الطريقة فقط يعني بشكل على شكل قبة أو دائرة ونحاول يعني تقديم بشكل مختلف لمحبي التغيير هنا سوف أضيف القليل من اللوز المجروش بهذا الشكل يعطي أيضا مذاقوة إضافة رائعة وقرمشة هكذا في الداخل وسوف أتمم نفس الشيء بوضع طبقة أخرى من الصفة أو الشعرية بهذا الشكل هي الزبدة سوف تساعد يعني الخليط الشعرية على التماسك بحيث سوف يحافظ على شكله ودائما استخدموا يعني زبدة حيوانية وليس زبدة نباتية أو المارغارين يعني المارغارين لا تصلح يعني في الصفة تعطي مداق يعني غير مرغوب فيه الزبدة ألد صراحة وبعد ذلك سوف أحاول أن أزيل قلب هذا الشكل يعني بحذر حتى أحافظ على شكل الشعرية يعني والصعب أن يحافظ على الشكله بمعنى يعني أزلنا النشر موجود يعني في الشعرية لكن فقط بحذر سوف يعني والزبدة أيضا سوف تساعد في الأمر سوف يحافظ على شكله بهذا الشكل وسوف نبدأ عملية تزيين تبقى عملية تزيين كلها اختيارية زينها على حسب الرغبة التي فقط أفكار تجدونها في هذه الوصفة وأيضا في وصفات صديقاتي يعني زيننا بطرق مختلفة هنا وضعت البيت السمان أو هذا البيت الصغير مرت الواحدة في القرفة بهذا الشكل والجوانب زينتها باللوز يعني حبات من اللوز المقلي زينه أيضا بالقرفة لوز مجروش يعني المسائل كلها اختيارية هنا لدي العنب المجفف أو الزبيب تلاحظون كيف أصبح قوامه أصبح كتلة واحدة هنا وضعت هذا الإطار الصغير مثل هذا الإطار الكبير وهو صغير وضعت هكذا العنب المجفف في الجوانب لم يبدو الشكل واضح جدا لكن وهنا في الوسط وضعت السكر الناعم دائما يعني الصفات تقدم مع كمية مضافة يعني من السكر ناعم والقرفة لمن يحب إضافة المزيد وتفعوزين جوانب باللوز بهذا الشكل حبات من اللوز وتصبح جاهزة للتقديم أتمنى أن تنالى إعجابكم سوف أضع لكم روابط وصفات صديقاتي أسفل الفيديو هذا وشكلها النهائي أتمنى أن تنالى إعجابكم لا تنسوا أن تزوروا موقع القناة سوف تجدون وصفات أخرى وأن تضغطوا على زر لايك إذا أعجبتكم الوصفة وعلى زر اشتراك يستتوصلوا دائما بالجديد أشكر متعباتكم والسلام عليكم ورحمة الله شكرا